لسه برضو انا بتفرج على الصور حيك برضو معاك عمالكة الفنانين وعدين بتفرج على الصور اشتغلت مع كل الناس مع العماليقة كلهم الحمد لله والشكر لله يعني كل النجوم الكبار زي ما حيك قول سواء في المخرجين او المنتجين او الكتاب او ايضا السلام والسنين الفنانين الكبار كلهم يعني كان ليها الشرف ان انا وقفت قدام من العماليقة وده كان بالنسبة لي كل مشهد كنت بعمله مع نجم وستار كبير ده كان بيضيف لي وكان بيزيد من قيمتي مهما عادة السنين يتقال ان ده اتعمل بصمة اه طبعا يعني انا اول تجربة ليه في المسرح كانت على المسرح القومي يعني اشتغلت عشر اعمال على المسرح القومي برضو فين المسرح يا استاذ ده ما هو برضو للأسف المسرح بقاله فترة طويلة بعيدة عن التواكب هي جاد بقى بالتسلسف المسرح نام هل ده برضو مننا بقاش عندنا القدرة او الخلء كده المشاهد ان انا اقعد ساعتين تأتي قدام المسرحية لا لا مش هي هي مش ممتلقي انا مش ممتلقي خالص لا مش ممتلقي المتلقي اه طب انا اقول لأ حداتك هنضرب مصر بسيط جدا اه على فيلم حز مصر كلها اللي هو فيلم امامار امامار لما اتعمل فيلمه محترم اه وتعمل فيلمه زي قيمة وبيقول كلمة محترمة مصر كلها قعدت له صحيح يعني نسبة المشاهدة بتاعته اه كانت تعدل المية مليون وشوية اه يبقى هنا مش ممتلقي مصرح المبدع محمد صبحي موجود طول الوقت وشغال المدرسة طبعا طبعا صد محمد صبحي انا بتشرف ان انا اه احد تلامزيته او يعني من مدرسته اه واشخر المسرح من مدرسة محمد صبحي مدرسة الالتزام دسة الكلمة المحترمة يعني كنا اخيرا في اه في نادي السينوة بيكرم بمناسبة خمسين سنة والتقيت بي يعني انا عملت معامو سلسلين استغلت معاه في وانيس واستغلت معاه في رجل غاني وفقير وكنت بتمنى ان انا اقف قدامك اقف قدامك اقف قدامك على المسرح اه فطبعا ساعد ما شافني يعني كان لقاء انا كنت راح اعايز شوفه انا بقى لسنين ما شفته استاذ محمد صبحي قيمة اه هي دي المدارس اللي لازم نتعلم منها ولازم يبقى في استمرارية اه